مرة أخرى تعود إدلب إلى صدارة الأحداث في سوريا حيث ما زال مصير هذه المحافظة معلقا رغم إعلان اتفاق سوتشي الذي شمل أرياف إدلب وحمات وحلب أكثر من تسعة قتلى وثلاثين جريحا جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام استهدف منازل المدنيين في مدينة معارة النعمان جنوب إدلب كما استهدفت قوات النظام بلدات كفرنبول والهبيط بريف إدلب وأماكين أخرى في العريمة واللطامنا بريفي حماء الشمالي والشمالي الغربي تصيد يترافق مع الاتهامات التي وجهها الرئيس الروسي لنظيره التركي بعدم الإفاء بالاتزامات حول إدلب في لقائه من الأخير في موسكو وأعطى بوت على ما يبدو الضوء الأخضر للقوات حليفه في دمشق لقصف إدلب بحجة سيطرة تحرير الشام على مناطق فيها في هذه الأثناء أعلنت الهيئات الشعبية في معارة النعمان تنفيذ اتفاق مع هيئة تحرير الشام لخروج مقاتليها من المدينة وتسليمها لإدارة مدنية وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي في الإطار الصحيح لتخفيف الضغط الروسي على أنقرة التي تريد دعم موسكو لتنفيذ عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا وبمقابل ذلك تريد روسيا تهدئة نقاط التماس بين المعارضة والنظام للوصول إلى حل ينهي معضلة لجنة الدستورية هذا الاتفاق التركي الروسي يبدو أنه يتجه لعزل إيران بشكل أو بآخر أو كف يدها في سوريا وهو ما تظهره الاشتباكات الدموية بالنيران الثقيلة بالوكالة بين قوات النظام التي تدعمها إيران في سوريا وبين القوات التي تدعمها روسيا هناك وتؤكد مجلة ديرشبيك الألمانية أن ما يجري بين الدولتين للهيمنة على مناطق النفوذ في منطقة الغاب بمحافظة حما في وقت لا يبدو أن لرأس النظام ما يفعله سوى التفرج على مصير البلاد التي قابل بتدميرها ورهنها للخارج مقابل البقاء على كرسيه ترجمة نانسي قنقر